تصاعد حدة التوترات والاضطرابات الأمنية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط وفرض قيود على تجارة مع دول الجوار ساهم بشكل كبير في تراجع كفة الميزان التجاري بين الأردن وهذه الدول العراق الذي يعد أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة ونتيجة لاستمرار المخاطر الأمنية على الطرق البرية تراجعت حركة التجارة بين البلدين بشكل كبير إذ لا يتجاوز عدد الشاحنات المتجهة للعراق 30 شاحنة حاليا حيث شهدت حركة الصادرات الوطنية إلى العراق تراجعا بنسبة 6.2% خلال العام 2014 مقارنة مع العام الذي سبقه في حين تراجع حجم المستوردات بشكل كبير وبنسبة وصلت إلى 98% وفي ظل المخاطر الأمنية على الطرق البرية لجأت تجار إلى البحث عن أسواق جديدة أقل خطورة لتعويض خسائره نتيجة إغلاق السوق العراقي والله حاليا ما فيش ولا من جاب أي سلعة من العراق والليها موجودة متوفرة هون من المرة حاليا ما في استيراد من العراق أي حاجة إحنا بقينا نشلم الأسواق بضاعة عراقية يجيبوها بعض التجار وحتى التجار الشنطي يعني السوفري والسائقين بقي يجيبوه بعض بس حاليا مش متوفر من مرة يعني والله في السابق كنا نجيب من العراق التمر العراقية وكانت التمر العراقية هي أهم يعني منطقة في الدول العربية لإنتاج التمر وبدأت الجهود تتوجه للمملكة العربية السعودية باستيراد التمر من هناك ومع هذه التطورات يطالب التجار والمصدرون الحكومة العمل على إيجاد بدائل تجارية كإنشاء منطقة تجارة مشتركة مع العراق لإنقاذ الصادرات الوطنية ليلى خالد رؤيا اشتركوا في القناة